بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنكمل دروس الوحدة الخامسة ومنها درس المفعول لأجله وهو ما نقوم بشرحه اليوم إن شاء الله لقد تعلمنا في الوحدات السابقة عن مكملات الجملة الفعلية منها المفعول به والمفعول المطلع وسنضيف إليهما اليوم المفعول لأجله فلنبدأ أمامنا صندوق به مجموعة من المفاعل المطلوب بينك هو وضع كل مفعول مكانه في الجملة المناسبة الثالث أول نظم وقتك فراغ يفيدك نظم وقتك تنظيما يفيدك أحسنتم ثالث ثاني قدل الكبير فراغ له قدل الكبير احتراما له أحسنتم أقم فراغ قبل مماتك هذه سهلة أقم صلاتك قبل مماتك ثال الأخير فراغ فإن في الصرعة الندامة مهلا فإن في الصرعة الندامة مهلا فإن في الصرعة الندامة فلنقوم في هذا النشاط بتصنيف هذه الأفعال ونقوم بتسميت كل فعل الفعل الأول أخذناه وهو تنظيما نظم وقتك تنظيما وهذا المفعول قد مر علينا وهذا المفعول قد مر علينا أحسنتم تنظيما مفعول مطلق مفعول الثاني احتراما مفعول لأجله وهو ما نقوم بشرحه اليوم إن شاء الله مفعول الثالث صلاتك أقم صلاتك أقم صلاتك مفعول به وهذا المفعول قد تعلمناه من قبل مفعول به مفعول الأخير مهلا مفعول مطلق مفعول مطلق أين فعله الفعل هنا محذوف مهلا مفعول مطلق لفعل محذوف فلنتأمل المثالين التاليين مع التركيز على الكلمتين الملونتين باللون الأخضر مثال الأول بدأ الشاب يدق الأبواب من جديد طالبا للنجاح السؤال هنا لماذا بدأ الشاب يدق الأبواب من جديد طالبا للنجاح طالبا هنا ماذا نسميها؟ نسميه مفعول لأجله أو مفعول له بيسمى المفعول لأجله مفعول له مثال لسان تقدم بقصته الأولى لمحطة إذاعية رغبة نشري فلم تقبل لماذا تقدم بقصته الأولى لمحطة إذاعية رغبة نشري فلم تقبل رغبة هنا أيضا نسميها مفعول لأجله طلبا ورغبة نوع الكلمة الملونة في المثالين السابقين في المثالين السابقين طلبا ورغبة هل هي حرف ولا فعل أو إسم؟ أحسنتم إسم حالة العربية طلبا رغبة نشري منصوبة مجيء هذه الكلمات أو هاتين الكلمتين بيان سبب حدوث الفعل نستخلص من ذلك تعريف مناسب للمفعول لأجله اسم منصوب يؤتى به لبيان سبب حدوث الفعل اسم منصوب يؤتى به لبيان سبب حدوث الفعل طلبا ورغبة إعرابهم مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر أنواع يأتي المفعول لأجله مضاف أو قد يأتي مجرد من أل فالذي أتى مضاف هنا رغبة النشر رغبة والذي أتى مجرد من أل طلبا فلنتأمل الأمثلة التالية فلنتأمل الأمثلة التالية لماذا أبر بوالدي لماذا أبر بوالدي أبر بوالدي أداء لحقهما أداء مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ثالثاني لماذا تتغاضى عن هفوات الزميل أتغاضى عن هفوات الزميل استبقاء لمودته استبقاء لمودته استبقاء هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة جيم لماذا نساعد المحتاجين رغبة في الأجر رغبة في الأجر رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وعلى آخره لماذا نقر وقر الكبير حرصا أو اقتداءا بالرسول صلى الله عليه وسلم اقتداءا بالرسول اقتداءا هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة درس سهل أعود إلى نص حاول من جديد وأستخرج مثالي للمفعول لأجله مثال الأول جبناؤهم الذين يفزعون خوفا من الحارس الكئيب أين هنا المفعول لأجله؟ خوفا خوفا هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كان يحمل الصحون في النهار ويحمل القلم في الليل حبا في الكتابة أين المفعول لأجله؟ حبا هنا كيف أعرف المفعول لأجله؟ أسأل السؤال لماذا؟ لماذا كان يحمل القلم في الليل؟ حبا في الكتاب حبا الكلمة حبا هي المفعول لأجله؟ أأخذ كلمة حبا فقط مفعول لأجله؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أضع علامة صح إلى أو أضع علامة صح على الشروط التي تنطبق على هذه الكلمة تتخير الأصحاب رغبة في الصداقات تتخير الأصحاب رغبة في الصداقات أين هنا المفعول لأجله؟ لماذا تتخير الأصحاب رغبة؟ رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره رغبة هنا فعل أم مصدر؟ مصدر رغبة هنا مصدر هل هي موافق للفعل المذكور في أحرفه؟ يعني شبه الفعل المذكور في الأحرف؟ لا هذه خطأ رغبة قلبي ومصدر قلبي تعليل حدوث الفعل؟ نعم يأتي المفعول لأجله ليعلل حدوث الفعل تأكيد حدوث الفعل هذه خطأ هذه خاصة بمن؟ بالمفعول المطلق ثال آخر اجتهدت طلبا للنجاح لماذا اجتهدت؟ طالبا عندما أختار المفعول لأجله أختار الكلمة طالبا طالبا هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طالبا مصدر قلبي يؤتى به للتعليل أو يؤتى به لبيان سبب حدوث الفعل هذه صحيحة وهذه صحيحة تجنب التدخين فراغ على صحتك حرصا على صحتك حفاظا على صحتك كل هذا يصح لماذا تتجنب التدخين؟ تجنب المدخنين آسف تجنب المدخنين حرصا على صحتك لماذا تتجنب المدخنين؟ حرصا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أني أنصح كل شاب قصدا للخير أني أنصح كل شاب قصدا للخير لماذا أنصح كل شاب قصدا؟ مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نوعه هنا النوع مجرد من أل أكافؤ الشاب الطموح تقديرا له أكافؤ الشاب الطموح تقديرا له هنا لماذا أكافؤ الشاب الطموح؟ تقديرا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهذا هو الإعراب إني أنصح كل شاب قصدا للخير إني أنصح كل شاب قصدا للخير قصد هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نوعه هنا مضاف أحسنت المثال السابق كان نوع مجرد من أل هنا مضاف لا تبخل بمالك خوف الفقر لا تبخل بمالك خوف الفقر خوف هنا خوف مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة هذا الإعراب يا شباب الإعراب الصح أتصدق ابتغاء للأجر أتصدق ابتغاء للأجر أعرب كلمة ابتغاء ابتغان الإعراب نقول عليه مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا هو الإعراب الصحيح وكما تعلمنا لكي أقوم بعراب أي كلمة لابد أن نمر بثلاث مراحل مرحلة الأولى اسمها في النحو الثانية حالتها الحالة الثالثة العلامة اسمها مفعول لأجله الحالة منصوب العلامة الفتحة وها هو الإعراب الصحيح اسم الاسم في النحو الحالة العلامة لكي أقوم بالإعراب الصحيح ابتغاء هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هنا نقوم بإكمال هذا الرسم التوضيحي والمجمل للدرس مفعول لأجل أو المفعول له تعريفه مصدر منصوب يذكر للتعليم يذكر لبين حدوث الفعل كل هذا صحيح شروطه 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 مصدر مصدر قلبي يكون علا الوقوع الفعل يشارك الفعل في الفاعل أخر شيء يشارك الفعل في الزمن حكم الإعرابي وهو النصب مجمن لكلام لدرسنا درس السهل تعلمنا المفعول لأجله تعلمت كيف أستخرجه من الجملة أو القطعة تعلمت إعرابه تعلمت شروطه تعلمت أنواعه وبهذا قد انتهينا من الدرس على أمل أن نلقاكم في وقت لاحق كان معكم معلم القرشي الزيني معلم لغتي بشركة آفاق تعليمية بالرياض بمتوسطة آفاق المنصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته